موسيقى أنا الطبيب مرحلة أولى يتنفس فيها 24 متسابقاً ومتسابقة من خرج الطب من كل ربوع ليبيا للفوز بمنحة لدراسة تخصص طبي في الجامعة من اختيار الرابح 12 متنفساً منهم سيتأهلون للمرحلة الثانية وسيتحدون بعضهم لافتكاك مقاعد لهم من ضمن 6 مقاعد في المرحلة الثالثة على أن يصد إلى التصفيات النهائية ثلاثة متأهلين فقط يعتمد في اختيارهم على تصويت لجنة التحكيم المكونة من عدد من الأطباء الليبيين المتألقين في جميع أنحاء العالم وفي الحلقة النهائية ستكونون أنتم الحكم وتصويتكم سيحدد الفائز في ملسخة الأولى من أنا الطبيب بدعم كلي من القطاع الخاص الليبي أنا الطبيب يتيح للفائز اختيار الجامعة الأجنبية التي يرغب فيها لإتمام اختصاصه أنا الطبيب الحلم تو حقيقة بس هالخير مشاهدين ومرحبتين بكم وما كنتوا تتابعوا فينا في حلقة جديدة ومشوار جديد وأيضا منافسة جديدة المنافسة هذه المرة حتكون علي أشدها مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من هذا البرنامج نحاولوا من خلاله أكيد نوصلوا للإسم اللي كنا نختاروا فيه أو الإسم اللي كنا ننتظروا فيه من سيكون هو الطبيب في النسخة الأولى خلونا في البداية نرحبوا بعضوي لجنة التحكيم في حلقتنا لليوم ونبدو بأولى الأسماء دكتور فايز رجب بهليس تحصل على باكالوريوس طب والماجستير من جامعة العربة الطبية ببنغازي من موالد بنغازي سنة أربعة وثمانين تحصل على الدكتورة زمالة طب الأطفال سنة الفين وثمانية عشر أخصاء طب أطفال وأمراض جهاز تلفسي وحساسيات الأطفال عضو هيئة التدريس في كلية الطب البشرية بجامعة بنغازي عضو هيئة التدريس بالأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات رئيس قسم الإسعاف وطوارئ بالعيادة المجمع الكيتش وأحد مؤسسي العيادة في فترة ما بين 2016 و2019 أخصاء طب أطفال ضمن طاقم منظمة الطب بلا حدود في مدينة بنغازي بين 2016 و2018 عضو اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا لدى الأطفال منذ 2020 رحبوا معي مشاهدينا بأول أعضاء لجنة التحكيم معنا اليوم دكتور فايز هليز دكتور فايز مساء الخير مرحبتين بك أستاذ مصطفى ومرحبتين بأستاذ المشاهدين الدكتور أستاذنا دكتور محمد جبريل ودكاتر المتصابقين إن شاء الله بالتوفيق ملنا لهم بالتوفيق أيضا حد موفق لكم كالجنة التحكيم بارك الله وفيك شكرا لك تاني الأسماء مشاهدين معنا لليوم خليلنا نتعرف عليه في هذا التقرير دكتور محمد جبريل صالح البوريكي أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بجامعة بنغازي استشار أمراض الكبد والجهاز الهضمي وأستاذ بكلية الطب بجامعة جاريونس دكتوراه في الطب من جامعة لندن متحصل على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة العربة الطبية ببنغازي زميل الكلية الملكية لبريطانية مدين عام مركز بنغازي الطبية أمين عام مجلس تخصص الطب العام بمجلس التخصصات الطبية ورئيس المجلس الطبي للمنطقة الشرقية أستاذ بالجامعات الليبية في مجال أمراض الكبد الدكتور محمد جبريل بوركي دكتور محمد مساء الخير مساء الخير مصطفى تحية لكم للمشاهدين الكرام والدكتور فايز والطباء المشاركين معنا ليلة في هذه الهوط خذكم كل التحية حض موفق وكل التحية لك دكتور شكرا مصطفى طيب أحمد المتجول من مدينة بنغازي حب يشارك معنا في سواق أنا الطبيب خلينا نتعرف عليه معاكم دكتور أحمد محمد المتجول 38 عام متزوج وعندي طفل عمره خمس سنوات من مدينة بنغازي طبيب بشري ومشارك حاليا في برنامج أنا الطبيب على قناتكم الموقرة إن شاء الله لو ربحت الجايزة هذه ونالت الدراسة في الخارج نتمنى أنها تكون في دولة ألمانيا لأن ألمانيا دولة متقدمة جدا في كل العلوم خاصة العلوم الطبية في الفترة الأخيرة يعني أصبح فيه توجه كبير جدا للدراسة في ألمانيا وهذا لا يمنع أن باقي الدول أيضا متقدمة جدا يعني في مجال الطبي كيف بريطانيا وكندا وامريكا إن شاء الله نتمنى أنه لو حصلت الفرصة دي ونهي الدراسة في الخارج نتمنى أني نرد نخدم بلادي نخدم مدينتي بنغازي ونرجع العمل في مركز بنغازي الطبي اللي هو أول يعني اشتغلت فيه بعد التخرج أول المتسابقين من مدينة بنغازي الطبيب أحمد متجول أحمد مساء الخير نعم حضر نار عليكم جميعا أهلا بك أستاذ نلطفا رحب أستاذتك الكرام دكتور محمد جبريل ودكتور فيي سهلين نعم حضر موفق لك كل المساكين معي في الحض حضر موفق لك شكرا لك أحمد بارك الله من مدينة درنا مشاركة نسائية للحصول على لقب أنا الطبيب في نسخة الأولى بلسم الرباطي خلينا نشوف الاسم بلسم عطية فرج الرباطي العام 29 سنة طبيبة أطفال وحدثي الولادة بمستشفى الوحدة التعليم العلاجي بمدينة درنا عزبات خرجت من كلية الطب البشري جامعة عمر المختار في رعدان لسنة 2016-2017 بتقدير جيد جدا مرتفع النسبة 80.8% وسبب المشاركة في البرنامج اللي هو فكرتها حلوة كمنافسة علمية بين الأطباء في ليبيا والحصول على منحة لتكملة الدراسة في الخارج التخصص لأننا نحب ليو حديثي الولادة البلد اللي نفكر أني نكمل فيها دراسة هي بين بلدين ممكن تكون كندا أو ماليزيا لتوفر برنامج دراسة حديثي الولادة فيه بعد التكمل إن شاء الله رجوع إلى مدينة درنا والعمل في نفس المستشفى إن شاء الله في قسم حديثي الولادة في مستشفى الوحدة لعلاجي التعليمي دان شكرا تاني المشتركات في حلقتنا لليوم من مدينة درنا بلسم الرباطي بلسم مساء الخير مساء النور كيف المعنويات كل سنة أنت طيبة مستعدة طيب مشاهدين زي ما عودناكم دائما ستبدأ المسابقة على نحو التالي بمواجهة بالمتسابق الأول في حلقتنا اليوم مع عضوي لجنة التحكيم أحمد المتجول طبيب من بنغازي يسعى لتحقيق حلمه حيواجه لجنة الحكم لمدة عشرة دقائق مع الدكتور فايز هليس هو الأول اللي حيسه له في هذه الاتناء بلسم المشتركة معنا لليوم مش هتقدر تسمع أي سؤال يوجه لزميلها المشترك معها في هذه الحلقة دكتور فايز حنبدأ معك أنت الأول عشرة دقائق بدون من توا تفضل تسمع فيها تفضل دكتور نعم تفضل رحمت تسمع فيها تفضل رحمت ايوان أسمع فيك دكتور واسف علي ردات لنا ايوان أسمع فيك دكتور واضح وفي تحديد مستوى الواعي للمريض في الـ ICU وتعتمد عليه عدة عوامل التي هي الاستجابة للأوامر الصوتية واللمس هل يقدر يحرك عيونها بروحة هذه نقسم فيه شو هيدك شن نقسم فيه نقسم فيه ثري بارت ولا لا سيفير مودرة لا لا البارت البارت هو أول شيء الأول موتور موتور سيملس لباربال وسيملس لباربال وسيملس لباربال ربال هو عندك باربال وموتور والباربال مشترك مشترك فيه تقدر الموتور من جو كيف نقدر نصنفه وكل قم وكل وحده كم عليها درجة هي الكلاسيكو غوما تبدأ من أقل حاجة لو كانت ثلاثة معانا سفير ببك يعني البيشنط انكنشيس كمبليتلي ولو كان نوام بين التسعة للأطناش يكون البيشنط يعني كانشيس ووالوريينتد التسعة للأطناش ووالوريينتد عند الله الخامسطان هيكون كانشيس باستخدام جيد دكتور تعرف حاجة اسمها ديكورتيكيت وديسيربريت كلاسيكو عارف لك اجابة الدقيقة فنفضل وتغير للسؤال طيب ننتقلوا ننتقلوا دكتور فايز نكتفوا بعد القدر ونعتدوا مشاهدينا لرداءة الصورة من المصدر نمشي للدكتور محمد البوركي دكتور محمد فضل دكتور أحمد كيف حالك؟ الحمد لله تمام الله ناس ما فيك كويسة ناس ما فيك كويسة دكتور أحمد كيف تقلصفين لني cause of acute abdominal pain Causes of acute abdominal pain can be divided according to the area of the abdomen For example, the gastric area could be due to perforated adrenal ulcer, rupture of aortic aneurysm, acute pancreatitis. Also in the lumbar area could be due to acute bilonephrites or due to renal stone or maybe due to intestinal obstruction, maybe due to adhesions, peritonitis also, but peritonitis will not be acute, sometimes it takes days. Acute choleosocytes, appendicitis, torsion of ovarian cysts. And what's the most serious cause of the intra-abdominal bleeding? The most serious. Intra-abdominal bleeding. Bleeding, yes. Intra-abdominal. During surgery or? No, no, my question is, the most serious cause of intra-abdominal bleeding. Perforated the adrenal ulcer, maybe. Perforated acute mesentric aneurysm. The most serious. Abdominal aortic aneurysm. Rapture of abdominal aortic aneurysm. Thank you. Wاضح, wاضح. Wاضح. Wاضح الإجاب. حاولت استثمرت دقائق أحمد متجول. نرجع لدكتور فايز. دكتور فايز فضل. وقتك أنني يرزي. طيب. كمل السؤال من دكتور محمد. كمل السؤال من دكتور محمد. ننتقل للدكتور فايز. تفضل دكتور فايز. دكتور أحمد. بنسرك. أعطيني اللابراتوري تشينجز ذات أكر لان كوفيد 19. شي اللابراتوري تشينجز ذات أكر لان كوفيد 19. تمام. في السي بي سي عاتا نكون في الليكوبينيا دبيو بي سي حيكون مايل ليكوبينيا يعني مش هيكون كريز. ليكوبينيا و ليكوبينيا نعم. دكتور خليني معك نقطة الليكوبينيا متأكد منها الليكوبينيا هذه مايل هيكون بين 3.9 4.1 مش هيكون في WC advisors مهيش هيكون مهيلي كريز. أوكي با أمم. الليمفوسايتز قد بي انكريز. أمم. للمفوسايتوسيس. أمم. الليمفوسايتوسيس. للمفوبينيا مشهور مشهورة اي هذه لعجات المشفع أعطين وال الليمفو بينيا قد أوكي و يكون ويكون بالنسبة الديديمر وطبعا في الانفلماتري ماركة رزيد في الكوفيد طبق ميد المسألة 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 فيط윤 على الدنيا والامين؟ ما الذي يزيد يختبر المسألة المسألة يعهد بعد واحد وثنوات وثنوات وبعدها يبدأ يطلع لا يوجد شيء مفرراتين لا يوجد شيء مفرراتين مفرراتين في بعض الأحيان واضح لكي نفايز طيب نرجع الدكتور محمد الفضل الدكتور محمد دكتور أحمد أيوه أسهل قسمة كيف تتعامل أبرجي آي بليد؟ أبرجي آي بليد؟ طبعاً بعد أبسان وستباع المكان وما أنه ميلد أو مدرد أو مدرب فأنا سنعتبر أنه هو سيار طبعاً كان هناك بلد ترانسفور وإن دار الأندسكوبي ممكن أن يضع صنغسطيقان tube أو ممكن أن ندار لها band ligation مثلا ضمن في البداية يجب أن نحطوا NGT عبدالما نبدو الإنتروني ونضروا صنغسطيقان tube لو هو منكوز من isovisual varices أو اندار لها ligation أو banding أو sclerotherapy قطر قلما نبدو لماذا ترى طالما قالت أنت أريد أن يتحدث بإيشارات بإطلاق كيف تقوم بإطلاق مع المتحدة إعمال أريد أن يتحدث إريد제 مستعدكة أريد سيظهر أولا أريد سيدي إيشارات بإطلاق والسائحة 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 وفترين إذن في المنزل الكثير مستمتعون. مستمتعون بعمل أجسال. على الرسمي ، لديك أميال المسؤول. مستمتعون مستمعًا لقد والأجسال صجرщينة ويقحوا الفرصان. وأيضا قصر على ببناء ، بعد أن تتحق المساوئي ودعون 2 أجل و 15 محمد واضحة الى جابة دكتور محمد واضحة الى جابة دكتور محمد واضحة الى جابة الى جابة وضع المشاوئين وتمتلج الى المشاوئين وفق الأطباء التعامل واضحة الى طريق الناس ولكن أردت الأولى لأبدأ بلس مازالت عندك دقيقة يا أحمد المتجول هتكون لك مع الدكتور فايز إذا كان السؤال بالسرعة هتجاوب عليه بالسرعة العشر دقائق خلاص دكتور أحمد شل الأنتي دوت بتاع البرسيتامول 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 تكسوستي شل الأنتي دوت نعطو غلوتاتيون المادة اللي نعطوها هي اللي حتحفز الغلوتاتيون الغلوتاتيون لا لا هاي الهبارين الهبارين بورتامين سالفيت الابينزول يزيبان البنزول يزيبان نالكزون البنزول يزيبان الغابان هبتور عندك النسبة للآيرون للأيرون وكليتينك إيش للأنتي دوت بتاع للأيرون لبعد عندنا بالنسبة للأبيويد شنو الأنتي دوت بتاعها الأبيويد نالكسون تمام واضح الوقت بالضبط 10 دقايق بين أحمد المتجول المتسابق الأول وموجهت للجنة الحكم مشاهدين الكرام نمشوا لفاصل وبعد الفاصل المشتركة الثانية في حلقتنا لليليوم بلسم الرباطي من مدينة درنة وحنشوفوا كيف حتواجه لجنة الحكم لليليوم فاصل نرجع نكمل هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية موسيقى موسيقى رجعنا معكم مشاهدين وجدت لحظة الحسم الثانية في الجزء الأول من حلقتنا لليوم بلسم الرباطي من مدينة درنة حتواجه لجنة تحكيم لمدة 10 دقايق من الآن وحتبدأ مع الدكتور محمد البوركي دكتور محمد لو كنت تسمع فيها حتتواجه معاك المتسابقة في حلقتنا لليوم بلسم لو كنت تسمع فيها قوليني اسمع فيك دكتور بلسم تسمع فيها طيب 10 دقايق من الآن بديت توقيت تفضل دكتور أهلا دكتور كيف حالك أهلا دكتور كيف حالك كيف حالك كيف حالك تفضرنا الحمد لله كويسا كويسا آه سؤالي هل تخبرني كيف حالك 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 حاول تخبرني أخوانيا أكبر بتيت cash أخوانيا 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 الأقوانيا ودوانيا أخوانيا أخوانيا أطلق أفريحيات أسفالح أخوانيا أميذياني ودوانيا and what's the most serious acute abdominal bleeding the most serious one the most serious acute abdominal bleeding rupture of a varicose vein no no not barakas vien shoo barakas vien till the leg the jawab alabdom dektora ah ok ah 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 hauli tastetem reil waga abdumna yorta abdumna yorta yes ah yes ah yes toyeb nontoklo l'doktor faiz doktor faiz tfaddle hauli hauli خلال الدقائق المخصصة بلسم تستغلي كل الدقائق سريعا جدا حتى تحصل عليه كم من الأسئلة الممكن تجاوب عليه وينفعك في التقييم النياي تفضل دكتور باسو يا دكتور فايز تفضل عفو دكتورة السلام عليكم قلت لك دكتورة السلام عليكم قلت لك دكتورة أنا بناسرك على الـ Glasgow Coma Scale ما هي الـ Glasgow Coma Scale وما هي الـ Component وما هي الـ Syndication الـ Glasgow Coma Scale is a reliable and simple scale to describe the level of consciousness after our following of the acute injury of brain injury the classification classified to eye eye movement and verbal and motor and eye movement components the composite of spontaneous from 4 to 1 spontaneous eye opening and opening to the eye recording from the sound yani 3 to pressure or pain and none verbal he will be oriented after that oriented and respond to sound good good okay how to classify Glasgow Coma Scale it is have classification from what's the what's the number indicate here the scale mild moderate or severe mild moderate severe okay severe lower from 8 and below the 8 8 or less moderate between 9 and 12 severe from sorry mild from 13 to 15 okay دكتورة least Glasgow Coma Scale كم هيكون أقل Glasgow Coma Scale ممكن تعطيه هل نقدروا في 0 هل نقدروا نقولوا في 0 نعنا 3 3 below 3 يبقى this سؤال سؤال في البدياتريك خاصة خاصة البدياتريك هل في difference between Glasgow Coma Scale بتاع الأدلت والبدياتريك yes هو في الجنف وكما سكيل البدياتريك تصبح أفضل أفضل يعني unusually لكن الاختلاف يكون أكثر شيء في الverbal الverbal change from age to age وهو سمو في مدفاع good nice okay واضح دكتور فايز طيب نرجع لدكتور محمد فضل دكتور محمد دكتور كيف حالك نعم 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 how you treat the COVID-19 the patients have to COVID-19 how are you going to treat him COVID-19 do you know the answer or not yes yes treatment of COVID-19 yes tell me okay treatment of COVID-19 or ABC and support the oxygen saturation mainly after that it's a super added infection from the COVID by antibiotics and Dixamethazone or corticosteroid and yeah I don't I don't I don't have what are the most important that you're looking for okay CBC we look for lycopenia and neutrophenia and inflammatory like ESR and CRP and serum and M-D-H and D-diamar D-diamar increased in COVID-19 okay 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 thank you thank you thank you thank you نرجع لدك تفضل دك دك فايز دك 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 سمعت السؤال اوكي سمعت دك البنزو ديازب اوكي الكلو منزل خلو شنو دك خلو منزل تمام اوكي الابيويد الابيويد نالكسان الارغانو فوسفرس اوكي اوكي البراصيتامول البراصيتامول ان سيطال ان اتطال بسيط تمام الهبارين الهبارين برثام صغير الورفارين الويتام الديجوكسين ديجوكسين ديجوكسين خيار بألتباضي الميتانول أفضل إثانون أفضل 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 ما يعتبره موضوع 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 طيب متوترة شوية المتسابقة وما زالت من الوقت ثلاثة دقائق نحاولوا من خلال ثلاثة دقائق تتحصل على فرصتها كاملا في العشرة دقائق المخصصة نرجع للدكتور محمد رأي متوترة شوية دكتور محمد أنت في البداية سألت على درنا وأخبار درنا وبعدها ما عاش سألت على أخبارها هي أوكي دكتورة كيف حالك الحمد لله محاول سؤال كيف هي أهم فريقين في درنا ؟ أهم سنون؟ فريقين .. درنا سوى درنا و الافريقين لا ؟ أحيان حسن سؤال نرجع للطب دكتورة دكتورة صوت دكتورة دكتورة عاودي الإجابة من الأول عفوا 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 دكتورة لو تسمع فيها عاودي الإجابة من الأول الصوت افصلت فضلي دكتورة أول حاجة يموها سببورت نور الإيروي أعطي أكسجين وأعطي أكسجين أعطي أكسجين وأعطي أكسجين وأعطي أكسجين في أولاً أعطي أكسجين أعطي أكسجين كيف حاجة كيف تستخدم كيف تستخدم أعطي أكسجين أعطي أكسجين أحكي عن pediatrics كيف تحكي عن pediatrics كيف تحكي عن pediatrics كيف تحكي عن pediatrics من المria Reading ورينجر لكسي ويوجد حيبو إذا كانت حيبو غليفينيا وعند 10% ديكسترو إذا كان عندنا هو الشوك اللي سيرت لأول أرسل اللي سيرت لهايبو كميين بنعطل حتى مع النور مطرين نكون نعطل كلويد كلويد تعدي أجمعين أو أجمعين واضحة الإجابة دكتور فايز في دقيقة ما زالت دقيقة بالضبط دكتورة أنت تحقق المطرين مع برونكوال آزمة وعنده المطرين تبدأ مع أكسوجين وبرونكوديليتر ثم يبدأ برونكوال آزمة ما هي تحققك وما هي تحققك ومن المطرين ومن المطرين ومن المطرين تحقق المطرين ومن المطرين أول حيزة ممكن يكون برونكوديليتر نصفة نفتر في النشط وممكن يكون باش نتخشي في نموثورا ومن المطرين ومن المطرين نتخشي في يروني نتخشي في يجب على نتخشي في يجب على نتخشي في ما هو المهمة الأهمية؟ ما هو المهمة الأهمية؟ ما هو المهمة الأهمية؟ أيضًا عندما تجد أن السجين المساعدة تقوير؟ عبارة الأبج جيدًا وماذا هو الملجميع هنا؟ في حال إذا كان عندي منبطورة فأنا لازم نسترد في الشيط تيوب وفي نفس الوقت قبل ما انسترد في الشيط تيوب لكن نقدر أنا نديرها بيش بالإنسال نكتف بهذا القدر الوقت يكمل معنا بلسم كانت فرصة متيرة جداً مشاهدين الكرام المصابقة اليوم علي أشدها بين أحمد المتجول من مدينة بنغازي وبلسم الرباطي من مدينة درنب بحضور عضوي لجنة التحكيم بعض الفاصل المتسابقين لتنين هيتواجه معينا خلقكم معنا هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية أرجعنا معكم مشاهدينا وجدت فقرة المواجهة بين هنا وبين المشتركين في حلقتنا اليوم واجهة تكون معلومة أو أسئلة مجموعة من الأسئلة اللي تحتوي على معلومات عامة طبية من المفترض أن يعرفوها الدكاترة أو عندهم خلفية عليه هذه الأسئلة حنبدأ بالمتسابق الأول أحمد المتجول أحمد مساء الخير مجدداً لو كنت تسمع فيها حنوجه لك عشرة أسئلة سريعة جداً تحاول جاوبني على العشرة أسئلة لو كنت متعرفش السؤال اللي متعرفهاش قول باس وننتقل للسؤال اللي بعدها العشرة أسئلة هذه لا تمثل كل التقييم في هذه الحلقة إنها تمثل فقط عشر نقاط من أصل ستين نقطة في الحلقة بشكل عام فحاول جمع نقاط علي قد ما تقدر هي أسئلة تحتوي أرقام ومعلومات وتواريخ طبية بك تركز معاي لو جاهز حنبدأ معاك من الآن تفضل طيب كم يبلغ وزن العضلات بالنسبة للجسم؟ كم تمثل العضلات بالنسبة للجسم؟ متعرفش قول باس أحمد عشرة في المية طيب طيب مما يتكول الجهاز العصبي السطحي؟ السطحي؟ الجهاز العصبي السطحي؟ الجهاز العصبي؟ المركزي، تحكي المركزي هو الدماغ والعمود الفقري والطرفي لا الطرفي هو العصاب اللي طالع للندي والأرجل الموقع الجسم؟ السطحي هو الطرفي، هذا المقصود سطحي، سطحي، مما يتكون السطحي؟ الطرفي، من العصاب اللي طالع من الخارجة من العمود الفقري طيب، 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 طيب الجلد والعضلات بشكل طيب، مدى متى اكتشفت دودة البل هارسية؟ عام كم؟ ممكن في الثمانينات في مصر طيب، أين يتم اختزان السكر الزائد على حاجة الجسم؟ غلوكاغون في الكبد تمام، كم يبلغ طول بعضة الملاريا؟ من كم لكم؟ ما تعرفش قول بأس أحمد بشكل سريع جدا من 30 سنتين طيب، من الذي يعمل على تشلط الدم في الجسم؟ أربعة سنتين، ممكن أربعة سنتين طيب، من الذي يعمل على تشلط الدم في الجسم؟ عوامل التشلط، عوامل التخثر من، من، من؟ من هي الجهة المسؤولة؟ تشلط الدموية؟ تشلط الدموية، تشلط الدموية طيب، كم يبلغ طول الطيحال؟ أه، خمسطة، خمسطة أسنصان، خمسطة أسنصان، اه، وками يبلغ نسبة البروتين في الأسماك؟ 27% طيب ما هو الأنزيم الموجود في البنكرياس ويحول النشاء إلى جلكوز تمام آخر سؤال مما يتكون جسم الحشرة سمعت أنزيم البنكرياس آخر سؤال مما يتكون جسم الحشرة مما يتكون جسم الحشرة كملنا الإجابات معك أحمد نعاود نعاود معك إجابات سريعة جدا لو كنت تسمع فيها كم يبلغ وزن العضلات بالنسبة لجسم الإنسان يبلغ 40% من وزنه مما يتكون جهاز العصبي السطح يتكون من الأعصاب ما تكتشفت دودة البلهارسيا عام 1851 أين يتم اختزان السكر الزائد على حاجة الجسم يتم اختزانه في الكبد كم يبلغ طول ضعوضة الملاريا يبلغ من 5 إلى 10 سنتيمتر من الذي يعمل على تجلط الدم في الجسم الصفايح الدموية كم يبلغ طول الطحال يبلغ 15 سنتيمتر تقريبا كم يبلغ نسبة البروتين في الأسماك 16% من الأسماك ما هو الأنزيم الموجود في بنكرياس ويحول النشاء إلى جولكوز هو الأنزيم الأنزيم اسمه الأمالايز مما يتكون جسم الحشرة يتكون من الرأس والصدر والبطن ثلاثة أشياء رئيسية مجموعة الإجابات الصحيحة أربع خمسة إجابات صحيحة من عشرة أسئلة طبية عامة نمشي الآن للمتصابقة الثانية معنا لليوم بلسم الرباطي من درنا بلسم تسمعي فيها آنس آنس ما يكثر طيب حنواجه لك عشرة أسئلة سريعة ما تعرفيش قولي باس نستغل الوقت ما عش عندنا أي وقت فحاولي فيسا فيسا ما تعرفيش الإجابة قولي باس ننتقل السؤال اللي بعد هم عشرة أسئلة سريعات لو تسمع فيها حنبدأ معك من الآن طيب ماذا يطلق على الزايدة الغدروفية التي تسد الحنجرة أثناء بلع الطعام الزايدة الغدروفية بس ما هي العصارة التي تقوم بتحويل الكاربوهايدرات إلى السكر بس طيب ما هي درجة حرارة الجسم العادية 37.2 طيب ما هي أجزاء القلون اللي هو نارش العرب كم 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 قوليهم لي كم كم عددهم اللي هو المستعرض وال تمام أعطيني رقم أعطيني رقم أعطيني رقم أربعة 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 كم بطين وأدين للسمكة طيب أين توجد البلازمة في الجسم في الدم طيب ما هو الوعاء الذي يحمل الدم من القلب إلى أجزاء الجسم؟ شنوه؟ المسؤول عليه أن يحول الدم من القلب إلى أجزاء الجسم؟ الأورفة أو الأبعاد طيب ما هو الشكل الذي تختص به كريات الدم الحمراء عن غيرها؟ اللي هي بايكون كيز مقرطي مقاعرة جنبي كيف يخرج الجنين مخلفاته هو في بطن أمة؟ تبادل مدينة ومدينة أمة على طريق السائل اللي حواليه وأمنة فلود كم تبلغ نسبة الماء في الخضروات؟ نعرف 20% ممكن طيب ما عدد فقرات أصابع اليد الواحدة؟ الأصابع كاملات أصابع اليد أصابع اليد كاملة قداش فقه فقرة آخر سؤال هو هاي أربع 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 بتعديهم طيب كمل نعم طيب نرجع معك لاسي لاسريعا بلسم ماذا يطلق على الزايدة الغضروفية التي تسد الحنجرة أثناء بلع الطعام اللي هي لسان المزمار لسان المزمار السؤال اللي بعدما هي العصارة التي تقوم بطناء تحويل الكربوهايدرات لسكر هي عصارة اللعاب ما هي درجة حرارة الجسم العادية؟ هي 37 درجة مئوية ما هي أجزاء القلون؟ هي ثلاثة أجزاء الصاعد والمستعرض والهابط وليست أربعة هي ثلاثة أجزاء كم بطين وأودين للسمكة؟ أودين واحد وبطين واحد للسمكة هنا توجد البلازمة في الجسم توجد في الدم ما هو الوعاء الذي يحمل الدم من القلب إلى أجزاء الجسم هو الشريان ما هو الشكل اللي تختص به كريات الدم الحمراء من غيرها هي ملعقة الشكل زي ما وصفتها أنت ما هو السؤال اللي بعدها كيف يخرج الجنين مخلفاته وهو في بطن أمة عن طريق الحبل السري كم تبلغ نسبة الماء في الخضروات؟ النسبة هي 70% من الخضروات فيها ما عدد فقرات أصاب على يد الواحدة 14 فقرة في كل يد مجموعة الإجابات الصحيحة 2-3-4 إجابات صحيحة من 10 الهدف من هذه النقاش هو لا تمثل كل التقييم في هذه الحلقة جزء بسيط جدا من التقييم ولكن هي لإحياء الداكرة بالنسبة للمشاهدين وأيضا للمشتركين نحاولوا بها حتى الاسترس ونستفيدوا من هذه المعلومات وصلنا بكم مشاهدينا للتقييم وصلنا بكم لإعلان النتيجة النهائية نبدأ بالدكتور فايز دكتور فايز مبدئيا تقييم عام للأسئلة وتقييم عام للمشتركين كداش كانت النسبة بشكل عام نحكي لمشتركين اليوم يعني لو بنقارنوهم بالمشتركين السابقين تفضل دكتور فايز بالنسبة اليوم حق اليوم حلقة فيها منافسة قوية بسم الله ما شاء الله المشتركين اثنين عندهم معلومات طبية كويسة وللأسف أنهم طاحوا في بعضها هما لو ممكن توزعوا في مجموعات أخرى لكن هذا نفس المباريات بتاعة كاس العالم مرات طريقية جيك مجموعة قوية فاليوم كان المنافسة على أشدها والمتنافسين الحق يعني أبلوا بلاء حسن والأسئلة طبعا بالنسبة لي أنا طبعا أسألت في الجلاسكو كومسكيل اللي هو مقياس اللي هو لا علاقة بالفقد الوعي هذا مهم في العنايات ومهم عند جميع أنواع جميع الأطباء هذا سؤال الأول سؤال الثاني سألتهم اللي هنا طبعا لما تصير كيف التكسوستي سمية من دوا معين شنو الدوا دي يعالج التسمم بالضبط من التسمم وطبعا سألنا على الكوفيد بصفة عامة عن الانفلماتري ماركر في الكوفيد وتحصلت على وقت شوية بس مع الدكتورة اللي هي سألتها على على البرونكيال آرزما مانجمونت في الأكيونت أتاك لما أنت جيك طواري حساسية صدر أو واحد عند ضيق التنفس في موضوع كذلك سألت فيه فكانت الإجابات معقولة جدا وإجابات الدكتورة كانت كويسات وإجابات الدكتور متجولة خلينا نمشي للدكتور محمد دكتور محمد تقييم عام للمشاركة والمنافسة في الحلقة هذه وأعطيني نظرة على الأسئلة اللي سألتها حضرتك لو ممكن تعيدها بترجمة مبسطوها للمشاهدين بشكل كبير فضل هو أول أننا تمنيت أن المتصادقين اثنين ما تواجرت ضد بعضهم لسبب أنهم اثنين عندهم قوة وتمنيت أنهم كانوا توضع لحلقات أخرى كانتون حضر ضمنها أثنين أسئلتنا كانت أسئلة السؤال بيخص الكوفيد نايتين أو الجانحة السؤال الثاني كان بيخص اللي هو الآلام المعيدية الحادة وما هو أخطرهم وبعدين سألتهم على الانعاش طبي كيف تمني الانعاش طبي سألت الاثنين كيف هو طبعا أخطر مرحلة يو عاش طبي كيف كنت تنقذ المريض من الموت وكيف كيف كنت تتعامل مع الأسعاف والاثنين كانوا كانوا موافقين وأنا وجد الصعوب بالغة جدا في تقييم هم الاثنين بصراحة ولأول مرة نقع في هذا المطب وكان هم الاثنين موافقين صراحة طيب طيب خلينا نمشو خلينا نمشو مباشرة لتقييم النهاي مشاهدينا ونبدأ بالدكتور فايز دكتور فايز نسبة مياوية لمن تعطي صوته كان يستمر في المرحلة المقبلة بالنسبة للدكتور بلسم الوفرول كان 85% بالنسبة للدكتور متجول الوفرول كان 75% طيب دكتور محمد أنا لا بتاعت كثيرا عن دكتور فايز بلسم متاع كعادتي حصل 45% ودكتور أحمد متجول حصل 35% فارق 10% بين كل مجموعة بين كل الأصوات طيب خليني نمشي للدكتور أحمد المتجول سيد أحمد أيوه سمعت التقييم النهائي لأعضاء لجنة التحكيم سمعت نبينقول لك هارد لك ونعطيك الكلمة تفضل إذا تحكينا لتجربتك وشو نحاب تقول نحاب نشكرك نشكرك سيد مصطفى وقناة على المشهود الطيب هذا وعلى البرنامج الرائع والجميل ومشاركة كانت حلوة وعجبتني كنت مرتبة كل يوم ومش مستعد ومن أمس وعندي ظروف لكن مش أعذار هدينا كل لأن الإجابات أغلبا خاصة لتكسست يدينا نحن أرب لكن في الراب كسرات لأن حتى النت قطع واجهني فأنا نشكر الأساتذة وبارك الله فيهم وأنا لي أشارف أن كنت معهم في الحلقة هذه وكل التحية لزميلتي الطبيبة من دارنا ومتمنى لها التوفيق لو المخطأ في باقي الحلقات وربي وفقك إن شاء الله وشامحوني اليوم لو عطلت عليك أمكان مشاكل في النت نعم لكن ما كنتش مستعد اليوم للحلقة نهائي لكن عشان البرنامج بس تقييم جيد تقييم جيد 75% 75% من الدكتور فايز و35% بعادة دكتور محمد جبري ما يعطيش فيه نسب كبيرة في الحلقات ما صادفناش نحن يعطانا نسبة كبيرة في السابق ربما مرة واحدة بل سمش الحبة تقولي ألف مبروك انتقالك للمرحلة التانية اللي حتكون أصعب واللي ينوعدك بمنافسة حتكون أشرس من المنافسة هذه تفضل الله يباري فيك وبرك الله فيكم جميعا وبرك الله فيك وبرك الله فيك وبرك الله فيك وهارد لك الدكتور أحمد المتجول بصراحة برنامج حلو وبداية الحمد لله نقول عليها ان شاء الله رب يرفقني في اللي جاي يا ربي طيب شكرا شكرا لك بلسم شكرا للطبيب أحمد المتجول مشارك معنا من مدينة بنغازي شكرا لعضوي لجنة التحكيم في حلقتنا لليوم الدكتور محمد البوركي والدكتور فايز رجب مشاهدين وصلنا بكم لمعرفة من تاهل معنا للحلقة المقبلة من أنا الطبيب المنافسات مازال مستمرة وحتكون في استمرارية وشراسة في المنافسات بوجود أطباء نخبة من الأطباء اللي بين والدكاترة اللي حيكونوا معنا في لجنة التحكيم وصلنا بكم لختام حلقتنا لليوم شكرا للزملاء في الكنترول وراء الكاميرات حتى الملتقى في منافسة تالية هتكون أشرز خلوكم دائما معنا في المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة